مشاهدين دلوقتي يتيب حضرتكم مع مجز الأهم وآخر للأنباء مع دينا تفضلي يا دينا شكرا لك باسان تأثى منا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة طاقة الاستيعابية ورفع كفاءة بنيته التحتية وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية إلى جانبي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المتحدث أنه تم استعراض كذلك عملية تطوير الطرق والمحاول بالقاهرة الكبرى والموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة وجهود تطوير البنية الأساسية بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ كوب 27 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء دراسات خاصة بسياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع بمقار الحكومة بمدينة العالمين الجديدة للسياغة رؤية لاستعار توريد المحاصيل الزراعية إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي بما يوتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة وجه رئيس الوزراء العرقي مصطفى القادمي القوات الأمنية بضبط النفس والتعامل الإنساني مع المتظاهرين المعتصمين في البرلمان كما طالب القادمي في بيان لمكتب رئيس الوزراء العرقي بحماية المقارات الحكومية والبنية التحتية ومناء استخدام الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الدخان من جانبها أكدت وزارة الدفاع العرقية أن الجيش في خدمة الشعب وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة أكدت تيخلية الأعلام الأمنية بالعراق أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها في جميع الظروف والأوقات أثبتت تولاءها المطلق للعراق والمؤسسة العسكرية وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن فقط وأوضحت تيخلية أعلام الأمنية في بيان لها أنها لا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد من جانبه أعلن الجيش العراقي أن مسؤوليته حماية المحتجين والصفارات بالمنطقة الخضراء أعلنت روسي أن هجوما بطائرة بدون طيار على مقار أسلولية في البحر الأسود في سيباستو بول في شبه جزيرة القرم أدى إلى إصابة ستة أشخاص وقال حاكم سيباستو بول إن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي ألغيت الأسباب الأمنية داعيا سكان سيباستو بول إلى عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن وعنت السلطات مستوى تأهب أصفر أي متوسط للتحذير من هجمات بعد الهجوم أرجعت حكومة كوزوفو تنفيذ قرارا يلزم الصرب في شمال البلاد بالتقدم بطلب للحصول على لوحات ترخيص سيارات صادرة عن مؤسسات بيرشتينا وذلك بسبب التوتر بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي أقامت حواجز على الطرق وقررت الحكومة في كوزوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس يتعين على جميع مواطني سربيا الحصول على وطيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول وبعد 14 عاما من أعلان كوزوفو استقلالها عن سربيا ما زال نحو 50 ألف سربيا يعيشون في شمال البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بيرشتينا ختام موجد الثامنة فاصل نوض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر